ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير معنا النهاردة الكوبكيك حلو قوي والولاد كلهم بيحبوه مغزي وطعمه حلو وكمان شكله كده حلو ولما زيناه كمان شكله بقى احلى كمان عاملاه كده كوبكيك تشوكليت وحشيته صوس شوكولاتة كده هقول لكم ازاي بقى طال حلو قوي حتى لما فتحناه كده هوا صوس الشوكولاتة بعين جواه طعمه حلو قوي وهيعجب اولادكو جدا وينفع كمان في المدارس يعني لو حطناه في اللانش بوكس بتاحهم من غير بقى الزينة اللي فوق دي كواجبة افطار يعني ليهم يلا بينا بقى نشوف عمالناه ازاي لو عجبكو الفيديو ما تنسوش تعملوا اللي لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس يلا بينا على الوصفة ما اقدرنا بقى انا هكتبها لكم كله في سندوق الوصف للي حابب يجربها عندي بطين وكوباية وربع دقيق وكوباية الا ربع كاكاو كوباية لبن كوباية سكر نصو كوباية زيت ومعلقة فانيليا ومعلقة بيكنج باودر صغيرة اول حاجة بقى هعملها هجيب كل المكونات الجفة كده وهخلطها على بعض الدي والبيكنج باودر والكاكاو وهقلبهم كويس قوي لازم قلبهم كويس في بعض كده زي ما انتم شايفين اهو خلاص جاهز عندي وبعد كده هجيب بقى بولة كبيرة وهي هحط فيها باقي المكونات انا مش محتاجة ولا مضرب ولا خلاط ولا اي حاجة خلاص كل اللي انا محتاجاه اه مضرب يا دوي كده وها اعمل اه الخلطة كلها اه في حاجة واحدة هي طريقة سهلة وبسيطة كده ومش محتاجة مننا مجهود قوي يعني هضرب كده بقى البيض بشوية الفانيليا وبعدين هحط عليه بقى السكر وهدويبه بس في بعضه كده يعني هضربه كده حاجة بسيطة برضو اه مش هنرهق نفسنا فيه يعني وبعدين هحط الزيت وهقلبه برضو شوية مع بعض كده وبعدين هجيب كوباية اللبن وهحطها عليهم وهخلط كل الكلام ده كويس مع بعض وبعدين هجيب بقى كل المكونات الجافة اللي عندي دقيه والكاكاو والباكينج بودر بعد ما قلبتهم كويس في بعض هنزل كده معلقة معلقة وهلم الخليط في بعضه بس انا عايز هلمه كله في بعضه كده زي ما انتو شايفين اه خلاص ده بقى شكله بعد ما لميته هو قومه ببقى سايب شوية اه يعني مش متماسك ولا سايب اوي زي ما انتو شايفينه كده بالزبط عشان يطلع مزبوط معاكم هحط كده الخليط كله في كيس من اكيس كريم شانتي عشان اعرف وهفتحه كده علشان اعرف هحطه في الكوب كيك يعني سهل علي طريقة سهلة ان انا حطه اه في الورق بتاع الخبز اه لو انا هحطه بالمعلقة او كده هيبقى صعب شوية وهنبهدل الدنيا يعني فدي اه اصهل طريقة ان احنا اه نصبه في ورق الكوب كيك هحطه كده بقى بالراحة هحاول ان انا مملهاش على الاخر قوي علشان لما بيجي استوي كمان بيرفع معايا ده شاكله بقى بعد ما مليت كل الورق عندي هحطه في الفرن على درجة مية وتسعين اه لمدة نص ساعة والكيك في الفرن انا هعمل اه سوس الشوكولاتة كل اللي انا محتاجاه نص كوباية اه نص كوباية من الزيت نص كوباية لبن نص كوباية سكر باودر وثلاث معالق كبار اه كاكاو ممكن لو ما عندناش سكر باودر يبقى سكر عادي بس ده هاخد معاكو يعني مجهود شوية ان احنا اه ندوبه اول حاجة هحط السكر على اللبن وهدوب بس السكر كده في اللبن كويس وبعدين هحط عليهم بقى اه تلات معالق اه الكبار اه كاكاو هجيبهم كده وهحطهم عليهم وهدوبهم الاول كده في بعض هخلي الخليط كده يدوب الاول في بعض بعد كده ما دوبتهم كلهم في بعض هحط بقى الزيت هحط الزيت شوية شوية الزيت ده هو اللي بيخلي السوس يتمسك ويبقى تقيل هو العامل المساعد يعني ان هو يتقل فهقلبه كده شوية بشوية انا مش هحط الزيت كله مرة واحدة بحط نص الكمية وبعد كده بحط نص الكمية التانية وده شكل السوس اهو بعد ما خلص متماسك خالص اهو وجميل وكمان لما يتحط في التلاجة هيمسك اكتر ده سوس يعتبر اقتصادي شوية اه ارخص كمان ما هنشتري من بره ايدي الكوب كيك اهو طلع من الفرن استوى وجربته بخلة كده حلو خالص تمام مظبوط معي جدا اه قاعد بس نص ساعة في الفرن على درجة حرارة اهو مية وتسعين عندي كريم شنطية اهو علشان ازينها اهو الكوب كيكده بقى بعد ما نزينه كده هينفع قوي اهو في اعياد الميلاد في المناسبات اللي عندنا لو احنا عندنا حد وعزمين وعزين نعمل حاجة حلوة او اهو اه لو احنا بقى رايحين لحد بنحبه قوي يعني وحبين نعمل له حاجة بادينا فا اتوقع انه يبقى مناسب قوي يعني هجيب بقى كده قمع التازين ده وهي هحط انا لو انت نص الكريمة لون احمر والنص تانية سيبه ابيض وهي هحطه كده بس على الاطراف اه في القمع وهي هحط بقى بقى كمية الكريمة اللي عندي في النص بيبقى شكلها حلوة في التازين بتطلع كده لونين مع بعض فبيبقى شكلها جميل قوي ولو انتو حابين تزينوا بقى بقى اي حاجة تانية اه دي حاجة ترجع لزوقكو يعني وده اهو شكله بعد ما خلص هجيب كده خلا بقى خشب عندي وهفرق الكوب كيك من تحت هحاول ان انا فرقه كويس كده وهجيب قمع بقى تاني كده اه هحط فيه سوس الشوكولاتة اللي عملناه مع بعض وهي هضغطه جوه الكوب كيك هحاول على قد ما قدر بقى ان انا ادخل الشوكولات فيها كده كويس عشان الولاد لما يجوا يفتحوها كده ويلاقوا السوس جوه هتجيبهم قوي وبعد كده بقى هنزين بالكريمة من فوق الزينة دي بقى على حسب زوقكو يعني لو انتو حابين تعملوا اي سوس تاني تزينوا بيه دي حاجة ترجع لكو عندي بقى شوكولاتة كده بني صغيرة اه دي بنجيبها من محلات الحلواني يعني بيبقى فيه اشكال كتير نزين بيها التورتات الكوب كيك ودي شكلها اهو بعد ما خلصته وعندي برضو شوكولاتة كده على شكل صخور حلوة قوي بحطها كده في الطبق بتدي شكل حلو الولاد برضو بيبقوا ياخدوها ويأكلوها ممكن برضو ازينه من فوق بسوس الشوكولاتة اللي احنا عملناه لو احنا ما عندناش كريمة الصوس اللي احنا عملناه نحطه على الكوب كيك من فوق وانا عندي برضو شوكولاتة كده لونها ابيض كده بس تغير اللون البني ده وده شكله بعد ما خلص اه طبعا انتو ازوقكو بقى في التزيين دي حاجة ترجعلكو انتو هاخدو واحدة كده معاكو وهفتحها عشان اوريكو صوس الشوكولاتة من جوه عمل ازاي الكيكايا طعمها حلو قوي وطعمها حلو الواحدة وهي سادة وهي بالزينة كمان طالعة حلو قوي واتوقع ان هي تعجبكو يعني ادي صوس الشوكولاتة من جوه اهو وممكن كمان نحشيها كريمة لو انتو حابين نحشيها كريمة بيضة هيبقى شكلها حلو وده الصوس من جوه اهو لو عجبكو الفيديو ما تنسوش تعملو اللي لايك وسبسكرايب وتفعلو زر الجرس عشان يوصلكو كل جديد